جريمة قتل اهتز على وقعها سكان حيمهجي رشيد وسط مدينة سيد ابن عباسة ورحض ضحيتها امرأة في العقد الثامن من عمرها باغثها افراد اصابة ليلا اين قاموا بتكبيل يديها وتصفيتها لغرض سرقة ممتلكاتها حيث يتاتي القضية تعود الى تلقي مصالح شرطة لبلاغ مفاده وجود جتة امرأة في مسكنها ملقات على الارض مكبلة اليدين تم فتح التحقيق على جناح سرعة بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد ابن عباس اين تمكنت مصالح شرطة من تحديد هوية الفاعلين البالغ عددهم سبع افراد التحقيقات الاولية مع المشتبه فيهم كشفت ان الرأس المدبر قام بترصد تحركات الضحية لمدة من الزمن وبادى التأكد بانها تعيش بمفردها ابلغ شركاءه الذين اقتحموا مسكنها واقترفوا الجريمة تبين من خلال اطوار التحقيق ان احد افراد هذه العصابة كان يترصد الضحية بعدما تأكد بانها تعيش بمفردها في مسكنها وبدون ابنائها وعائلتها تبين ضلوع ثلاثة اشخاص منهم في عملية اقتحام مسكن الضحية ومن تم تكبيل يدها والاستلاع على ممتلكتها الخاصة بينما تورط البقية في جناية التسطر على الجريمة وعدم الابلاغ والمشاركة ملف القضية احيل على نيابة المحكمة للفصل فيه بعد ان وجهت الجنات المفترضين تهم القتل العمدي مع سبق الاسرار والترصد مع المشاركة وعدم التبليغ وارتكاب جناية السرقة الموصفة بتوفر ظروف الليل والتسلق وتعدد الجنات